ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين مع برنامجكم اليوم من سيقتل المليون من حب نذكر بالحلقة القادمة كان معنا المتسابق حسني مبارك اللي حصل على 3000 تطيل وبالمقابل كان معنا المتسابق الثاني طبعا معمر قزافي اللي وصل للعشرين الف تطيل اليوم معنا متسابق توقعت كلا عم تقول هو الذي سيقتل المليون المتسابق بشار الاسد من سوريا شلون المعنويات ممتازة من نبلش بالسؤال الاول لو اردت ان ترتكب مجزرة في دمشق العاصمة من ستكلف بها ماهر الاسد رامي مخلوف اصف شوكة علي مملوك السؤال سخيف صراحة لانني سأكلف اخي ماهر السفاح طبعا لان اخي ماهر صاحب خبرة فانت رأيت ما فعل في دراعا في بداية الاحداث هو صاحب مش زلد خيدناي هو جواب نهائي طبعا طبعا انا واثق هم تأسفني ايه الكش هو جوابك صحيح صحيح يالك قتيل ومحب الهند الخايا ياللي بتقتل على طول أما اللي عم يتظاهر ماليش أبداً في دول السؤال الثاني لنشوف شلون المعنويات المعنويات جداً 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 ممتفي من هو أخبة شخص في نظامك؟ طالب إبراهيم بس أما بعد ضلة خالد عبود الملقب بالدوائر والمربعات أو الجميع أغبياء حسيراً حسيراً بما أنك ما ذكرت وثينة شعباء فأصبح الجواب سهل الجميع أغبياء جواب نهاي وطبعاً بيأسفني قللك أن جوابك صحيح وصار معك ثلث ثلاث قدير شكراً شكراً يا جورجي دائماً دائماً أنت مواقفك مشارفة مع نظامنا أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هل ستستطيع قمع المظاهرات؟ الثورة السورية؟ نعم، لا، ممكن غس منع الراس الكل حسناً، أريد أن أستعين بصديق ليش ضلل لك أصدقاء؟ صح، أنا ما ضلل لأصدقاء، بس يعني أنا بقدر جواب لحالي ما لي مضطر للأصدقاء أساساً أنا بقول أن الجواب سهل سأستطيع أن أقمع جميع المظاهرات غس منع الراس الكل جواب نهائي؟ نهائي؟ جواب نهائي؟ أي نهائي؟ متأكد؟ طبعاً متأكد جوابك خطأ جوابك خطأ أعزائي المشاهدين، سؤال الحلقة القادمة لمن يود الاشتراك في برنامجنا هو أين ستبدأ المظاهرات بعد أن يرحل النظام السوري؟ إيران؟ سعودية؟ جزائر؟ سويس؟ نعم للتخويت، كنوا معنا على ملتعنا الإلكتروني www.mc.com و... يلعن شرفت على شرف البرنامج المفسق يلعن شرفت على شرف البرنامج هلأ فالخوة يا لعيبة يا خريبة أسعد الله أوقاتكم مع عزائي المشاهدين في أخبار الأعلام السوري بدقيقة دقيقة واحدة بس نحن الآن سنقدم لكم اعترافات أحد المخربين الذين قاموا بأهوال وفضائع أطر وأعترف بأنني واحد من الذين قاموا بالتخريب لا كأولا أملا قائد الثورة والأصلحة آه يا ماما قوانين جديدة ترحى اليوم تم اضبار مجموعة قوانين تضاهي القوانين في العالم الحديث ومن هذه القوانين قانون الجاذبية العرضية سلام اتصلوا على قناة الدنيا وبانتظارك يا أيها المتصل سلام اشتركوا في القناة